هذا وقد أجراء تليفزيون المصري لقاءات خاصة مع عدد من النواب الذين أشادوا بالدور الذي قامت به القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التدعيات السلبية للأزمة الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا وتخفيف هذه التدعيات عن كاهل المواطن المصري هنا من حيث المبدأ على مشروع القانون وده طبعا لأنه فيه ظروف استثنائية العالم كله بيمر بيها على وجه العموم وعلى وجه خصوص الدولة المصرية بتمر بيها لكن الحمد لله قادرين نواجه أنا بشكر طبعا القائمين على إعداد مشروع الموازنة بشكر لجنة الخطة والموازنة على تقريرها الأكثر من الرائع اللي أثارت فيه مجموعة من التواصيات الهمة جدا الموازنة العملة للدولة بنقشها الآن طبعا تم وضعها في ظل مشهد عالمي مرتبط في ظل أوضاع ملايو اقتصادية غير مستقرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لكن جمينا نصيق في قدرة وحكمة القيادة السياسية المصرية قدرة الدولة المصرية جهود الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة التي استطاعت أن تعبر بنا من أزمات شديدة عقبت الأوضاع الملايو الاقتصادية التي عقبت حكم الإخوان أيضا في ظل ظروف أزمة كورونا نراهن على قدرة مجهود الحكومة المصرية على تجاوز هذه الأوضاع أيضا ومواجهتها